بسم الله الرحمن الرحيم فرصة طيبة من خلال قناتكم الكريمة نلتقي هذا اليوم وأود التوضيح بأن الحكومة العراقية في إطار سعيها لتوحيد السياسة القمرقية في مختلف المناطق العراقية تعمل الآن على وضع هذه السياسة لغرض تحقيق الفائدة المرجوة من السياسة القمرقية وبالتالي نحتاج إلى حوار مع الحكومة المركزية مع العاملين في حكومة كردستان لغرض وضع آلية طريق تتيح العمل بشكل شفاف اليوم العلاقة بين الإقليم والمركز علاقة متميزة وعلاقة مبنية على المصلحة العامة ومصلحة الطرفين وبالتالي فإن الحوار سيبدد كل معوقات العمل ويضع خارط الطريق من شأنها رسم سياسة قمرقية موحدة تتيح دخول البضائع بشكل شفاف ودون تعقيدات وعراق حقيقة الموضوع المنافذ الحدودية وما يترتب عنه من قرارات سواء من قبل هيئة المنافذ أو في المجلس الوزارة الاقتصاد يتعلق بالوزارة المالية ويتعلق بالمنافذ الحدودية هي الجهة المتخصصة والمختصة في موضوع المنافذ بالتالي أنا أتحدث عن السياسة الاسترادية كون وزارة التجارة معنية بالسياسة الاسترادية وأيضا عن التفاهمات مع وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان أقول لدينا تفاهم كبير في شتى المجالات وموضوع قرار وضع نقاطة تتيش أكيد ناتج عن دراسة معينة لكن الأخوة في إقليم كردستان سيوضحون ذلك إلى الحكومة المركزية وأنا أجد في دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشياع السوداني رجل يحاول تبديد المشاكل وتفتيتها وبالتالي علاقة وطنية موحدة تتيح للأطراف كافة الاستفاد من موضوع الاستيرادات التي تدخل العراق نحن حقيقة عشنا تخبط كبير في زمن الحكومات السابقة على موضوع المنافذ الحدودية وعشنا عدم قدرة على السيطرة على بعض المنافذ بالتالي اليوم العراق يريد توحيد السياسة القمرقية وسياسة الرئيس السوداني واضحة في دعم حكومة إقليم كردستان ودعم كل الإجراءات التي تتخذها بما يحقق المصلحة العامة أجد أن الفرصة مؤاتية للحوار للاستماع بشكل مباشر عن سبب هذا القرار مسبباته مجيباته والحلول التي يمكن أن نتخذها الطرفين لإنهاء هذه المشكلة بالتأكيد أي قرار سيكون مفاجئ للحركة الاستيرادية أو لدخول البضائع لكن أنا متأكد وعلى يقين بأن أي قرار ستكون آثارها وسلبية سيتخذ قرار آخر يعالج الخطأ إذا كان خطأ طبعا ونمضي بالإجراءات السليمة الصحيحة أنا قلت وأقول وأكرر القول أن نحتاج الحوار نحتاج التوضيح سبب هذا القرار مجيباته وبالتالي نستطيع أن نضع خارطة الطريق تنهي كل المشاكل السابقة اليوم الأجمل في علاقتنا في ضمن الحكومة اليوم الأجمل في علاقة الإقليم والمركز هي العلاقة التفاعلية علاقة ثباثل الأراء وأيضا القرار سيكون إيجابي لأنه ينطلق من الطرفين اليوم ماكو احتكار في اتخاذ القرارات من حكومة المركز بل اليوم هناك حكومة المركز تتفاعل مع الإقليم لضمان نجاح العمل ولضمان دخول البضاء للعراق بشكل إيجابي دون تعقيدات وعراقين والله حقيقة وزارة التجارة حالها على كل الوزارات استلمت الخبر وتتعامل بيكرا أنه قرار صادر من جهات عليا لكن سيكون هناك رأي للوزارة هل تمضي مع هذا القرار إذا كانت السياسة ناجحة تحقق النتائج المرجوة وتمنح الاقتصاد العراقي لفرصة التفاعل مع الدول الجوار الأخرى وإذا كان من ثمة رأي للوزارة فتتطرحه بشكل مباشر من خلال المجلس الوزارة الاقتصاد أو من خلال كتاب يوجه لوزارة المالية المنافذ الحدودية اليوم نحن لأول برة من 2003 ولا حد الآن تمضي اللجنة الاستيرادية التي يترأسها السيد وزير التجارة في اجتماعات مستمرة لغرض وضع سياسة استيرادية موحدة تحضر فيها كل القطاعات الحكومة والوزارات وبالتالي اليوم يختلف عن كل الأعوام السابقة اليوم تبين الجهات القطاعية داخل عراق حاجتها للمواد التي يمكن استيرادها وأيضا في إطار دعم المنتج الوطني والسماح للصناعات الوطنية بالتوسع والتطور من خلال المعامل الكبير التي تم بناها خلال الفترة الأخيرة أعتقد اليوم السياسة الاستيرادية أوضح من قبل سنوات اليوم لدينا خارض الطريق نمضي بها من خلال رأي الجهات القطاعية وأكيد الأقليم يحضر في هذه اللجنة الاستيرادية كونه أحد مفاصل الدولة العراقية وبالتالي كل جانة على مستوى وزارة التجارة يحضر فيها ممثلين الأقليم لبيان رأيهم حتى أيضا اللجنة العليا لتسويق الحنطة وضعت ممثل لحكومة أقليم كردستان في اللجنة لبيان مدى رأي الأقليم في مواضيع تتعلق بالموسم التسويقي إذن نحن ماضين بقرارات مهمة اقتصادية لاصلاح الاقتصادي من ضمنها أن نمضي باتجاه سياسة استيرادية واضحة ووزارة التجارة تبنت هذا الموضوع وأعتقد سيجري حوار مع الأخوان في حكومة أقليم كردستان عدى هذا القرار ولدي معلومات بأن وفد من الأقليم سيأتي إلى بغداد وهذا الوفد ستكون له مباحثات مع الجانب العراق في المنافذ في وزارة المالية في وزارة التجارة لوضع عالية الطريق لا يوجد لدينا أي قرار لا يتم الحوار عليه أي قرار هو تتبع نتائج إيجابية أو سلبية وبالتالي ننظر باستلبية ونعالجها بشكل شفاف حقيقة لا أمتلك المعلومات في أن وزارة التجارة وافقت أو لم توافق أعتقد هذا القرار تابع للمنافذ الحدودية لوزارة المالية كونها الجهة التي معنية بالسياسة القمرقية المالية لأن تدري القمرق في أموال وبالتالي وزارة المالية نحن لا نذهب بعيداً لا ننقل الموضوع إلى مشكلة كبيرة نحتاج للحوار وبالتالي كثير من المشاكل بين الإقليم والمركز تم عالجتها بالحوار الهادف البناء الموضوع أو كرر يحتاج إلى حوار مع وزارة المالية مع المنافذ ووزارة التجارة مستعدة لأن تكون الجهة القطاعية التي تجمع هذا الحوار بغاية الوصول إلى النتائج لا يوجد أي قرار لا يتم الحوار فيه أو مناقشته سيد الكريم أنت تتحدث عن قرار صادر من الحكومة وهي السلطة التنفيذية العلياة في البلاد بالتالي أي معلومة تصدر من جهة أدنى أي معلومة تكون مخطوة أو مغلوطة أو لا يتم التنقيق فيها نحتاج اليوم إلى أن نستمع إلى رأي المنافذ وزارة المالية وأبلغ قناتكم الكريمة بالقرار المستقبلي في هذا الموضوع وستتواصل مع المنافذ الحدودية والوزارة المعنية بغية معرفة سبب هذا القرار وبغية الاطلاع بشكل تفصيلي على حيثياته وما يمكن أن يتم الاتفاق عليه مستقبلاً مع الأقليم هذا الموضوع حقيقةً المشروع الطحين التجاري مشروع تبناه تبنى وزارة التجارة ودعم من السيد الرئيس وزراء مفاده أن العراق سيقوم بالاعتماد كلياً على الطحين التجاري المحلي العراقي لدينا أربع مطاحن الآن ومطحنة في أقليب كردستان ومطحنة أخرى ستدخل في أقليب كردستان مهمة هذه المطاحن هو تشيز الطحين الصفر التجاري إلى المواطنين بأسعار ما دعوم وهذا المشروع لقى دعماً كبيراً من الحكومة المركزية حيث تدر قرار لمجلس وزراء بموجبة تلتزم الوزارات والهيئة لشراء الطحين الصفر التجاري العراقي من المطاحن الأهلية العراقية فضلاً عن أن الحكومة ستقوم بتجيز هذه المطاحن بالحلطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين بأسعار قليلة جداً تختلف عن الأسعار التي تم شراء الحلطة المحلية فيها هذا المشروع حقيقةً بدأ منذ فترة وعملنا مع أربع مطاحن أهلية الآن دخلت على خط المطاحن في مناطق أقليب كردستان سنعمل على منع دخول الطحين التجاري المستورد ونعتمد كلياً على الطحين التجاري المحلي بالجنب الأولى وضعنا نسبة كمارك على الطحين المستورد لدعم المنتج الوطني وبالتالي نبضي بخطوات إيجابية الهدف منها دعم مطاحن الأهلية التي تتبنى موضوع الطحين التجاري وأيضاً الاعتماد بشكل كلي على ما يمتج في مطاحن أقليب كردستان من المطاحن في مناطق العراق الأخرى بغداد وغير المحافظات ونريد أن نعطي دوراً كبيراً لمطاحن الأهلية أن تتبنى هذا الموضوع أموال كبيرة بالعملة الصعبة تصدد من 750 مليون إلى مليار دولار تذهب سنوياً إلى خارج العراق بودنا دعم هذه المطاحن لتأخذ دوها الرياضي والمهم في إنتاج الطحين الصفر نعم كثير من أسواق العراقية الآن مليئة بالطحين التجاري الصفر الذين يأتينا من دول الجوار ولدينا القدرة والفاعلية أن ننتج الطحين الصفر العراقي وحقيقة نجحت مطاحن في أربيل وأقليب كردستان منذ سنتياً أو ثلاثة في طحن كميات كبيرة من الطحين التجاري بنوعيات جيدة جداً وتفوق المستورة بالتالي لابد من الاعتماد على مطاحن الأهلية في مناطق أقليب كردستان ومناطق العراقية الأخرى لدعم هذا المشروع الكبير لماذا تذهب أموالنا للخارج ولدينا الإمكانية في إنتاج الطحين الصفر التجاري نحن ماضين في هذا المشروع وحقيقة نعم لدينا تجربة في وزارة التجارة مع أحد المطاحن الكبيرة في مناطق أربيل وهذه المطحنة حقيقة حققت نجاح كبير في تأمين الطحين الصفر التجاري إلى الأسواق المركزية بأسعار مدعومة وهذه المطحنة وهذا المشروع الذي أقيم بالشراكة مع الشركة العامة لدجارة المواد الغذائية حقق مكاسب كبيرة للمواطن كون هذه المطحنة تبيع بأسعار مخفضة ومن النوعات الجيدة جداً وعديد من المخابز والأفران في مناطق العراق الوسطى والجنوبية تعمل بهذا الطحين الجيد الذي يأتي من محافظة أربيل من أقليب كردستان وبالتالي أعتقد التجربة التي نجحت في أقليب كردستان لا بد أن نطقها لمناطق عراقية أخرى لإنتاج الطحين الصفر والاعتماد كلياً على الحلطة المحلية المنتجة أو المسوقة من الفلاحين ومزارع العراقيين الآن بدأنا أجراءات عاجلة لتجهيز المطاحن بمليون طن من الحلطة المحلية وأيضاً لدينا تنسيق عالي المستوى مع هذه المطاحن هناك اجتماع شبه يوم ويعقد في الشركة العامة تصنيع الحبوب الهدف هو تقليل معوقات العمل ومساعدة هذه المطاحن بل البحث عن المطاحن أخرى للمشاركة في هذا المشروع الكبير نتأمل في هذا المشروع أن يحقق نجاحات كبيرة وأن يتم الاعتماد بالشكل كلي على الحنطة أو الطحين التجاري العراقي الذي ستكون مميزات أفضل من المستورد لعدة عوامل أهمها أنه جهاز العمل على التدقيق والرقابة والفحص المختبري للتدقيق من نوعيات الطحين قبل عمليات تجهيزة للمواطنين